السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الكرام وعزائي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مال أستاذ محمد البخاري دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة لمرحلة ثالثة من الدورة الثانية الفرض الأول في الدورة الثانية من طبيعة الحال مادة اللغة الفرنسية بنسبة لمستوى الخامس ابتدائي الموسم الدراسي 2021-2022 وهذا الفروض بديت معكم بالنشاط العلمي ودرت معكم جوجديا لنماديج خاصة بالمستوى الخامس ابتدائي كذلك درت معكم فرودة لغة الفرنسية la compréhension de l'écrit la grammaire la conjugaison aujourd'hui l'orthographe est محنة radين lexique est production de l'écrit ان شاء الله donc aujourd'hui on va faire l'orthographe dictée إذن كرحب كل متتبع جديد عادنا ضمن القناة ديالي ورحبو بك وادعوك لتشير وكو تفايل زر الجرس بشكل جميع الفيديو التي كنت قدم مرحبا بكم إذن أنا aujourd'hui عنده l'orthographe édictée عنده 3 questions ديال l'orthographe et une seule question pour la dictée d'accord suivez avec moi donc la première question complète ses mots avec la van graphie du son 4 donc هاد الكلمات هاد و اللي عندي نقصين غاد نحاو نكملهم بايش نكملهم بل صور بال بال kitab الصحيح ديال صور فكل كلم la لست الدقيقة تحنيين لكن تحنيين Donc le technicien a répondu à toutes nos questions. Donc le technicien a répondu à toutes nos questions. B, le cours sur les nouvelles technologies est intéressant le cours sur les nouvelles technologies est intéressant donc ici le cours le cours donc leçon donc le cours sur les nouvelles technologies technologie technologie technicien technologie 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 est intéressant le cours sur les nouvelles technologies est intéressant c'est un accident de circulation un accident de circulation un accident 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 de circulation un kilo de pomme la corde un oe la corde un oe donc le technicien a répondu à toutes nos questions le cours sur les nouvelles technologies est intéressant le cours sur les nouvelles technologies est intéressant un accident de circulation un kilo de pomme la corde un oe passons à la deuxième question maintenant suivez avec moi donc la deuxième question par l'intrus je vais vous dire donc je vais vous dire c'est un truc 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 هذه الكلمة هذه أو هذه نسمعه لصن ك بهذه لترة ك ولكن هناك نسمعه بلترة خ لذا هناك لترة 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 كيبي كيوهي كيك لصن ك مع لترة ك لا لترة ك تاغ أو كمت إليه those كمت كمة كمت إليه إليه كمع كم س pics كمت كنت كم دكرة كم المدينة لقدرنا وقال ماذا ؟ لقدرنا هي الإعجاب لقدرنا هي هذه الدكتورية لقدرنا في السيد السيدة الثالثribution أنت سأعبر شيء يعرفي للغود 계속 في أنفسك لك إذا كان هناك هنا هنا مطلوب وانا ننتوري الاسم هنا نجيت نخدم الفرض الفرض كان عندي مخدم الفرض التاني غير موديفيت نسيت ما موديفيت الشؤال هنا دعلي دعلي بار او فلش دعلي غربتو بواحد السهم غربتو شنو؟ غربتو النام مسكولي مع النام فميني от�م المتحدث بع previously موديف النام يتم تقولون والنام مسكولي 준 مع النام النام فميني إ で النام موديفيت هدن خовать عرف مملية إن دانسة وإن دانسة إن دانسة وإن دانسة إن دانسة إن دانسة وإن دانسة إن دانسة وإن دانسة على أمر الطاقر Lily مشكلة نحن ساد producción نفتي عليكم مثل ذanne مثل ذكى الإسماء أو معնاء نحن نشبون لا... دورنا... نعم نعم... نعم دور... لي... ركترس اي نديركترس ألي كتر النيم فكرة لديه الأطراق مليه الأطراق النيم سترق ركتر اينا انسط... gossip شكراً جزيلاً جزيلاً هذا ي novoي أن تغيره ترجمة نانسي قد ترجمة ناندي وهذا لن نكون مثل الفيديو اليوم الذي كان يخص فرض من فروض المراقبة المستمرة الدورة الثانية الفرض الأول في الدورة الثانية المرحلة الثالثة من فروض المراقبة المستمرة خمس ابتدائي اللغة الفرنسية كنتمنى أنكم زيدوا الدعموا قناة تربويات مع أستاذ محمد البخاري بالشترك والضغط على زر الجرس يبقى وصلكم جميع الفيديوهات التي أقدم كنتم معكم من الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة